لجنة والانتخابات في إيران تعلن أن تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية سيبدأ الخميسة المقبل اللجنة أعلنت كذلك عمل استعداد لإجراء التصويت الإلكتروني في دوائر عدة بما في ذلك طهران وبعض المدن الكبرى الأخرى لكن هذا الأمر يخضع لموافقة مجلس صيانة الدستور والذي لم يتخذ قرار نهائي بعد بشأنه حتى الآن لم تتضح بعد خريطة أسماء المرشحين الذين يعدون الأوفر حظم في الوقت الحالي أو توجهات الشارع الإيراني وميوله في اختيار خليفة للرئيس إبراهيم الرئيسي الذي قتل في حادث تحطم مروحية قبل أيام ينضم إلي من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين رويوران أهلا بك دكتور حسين حادثة المأساوية ما زال لم يستفق منها الشعب الإيراني لكنه أمام استحقاق رئاسي مهم لن يترك موقع رئيس الجمهورية بدون انتخاب لشخصية توفقية هل سيجري البحث عن نسخة مطابقة لرئيسي برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم يعني خارطة الطريق الانتخابية التي أعلنت اليوم هي أولا تعكس أن هناك إرادة سياسية في إجراء الانتخابات في المدة المحددة قانونا أي خمسين يوما منذ رحيل الرئيس الرئيسي في هذا الإطار الطبيعي لحد الآن من غير الواضح من سيترشح هناك تسريبات كثيرة عن أسماء شخصيات مهمة ولكن بشكل عام الانتخابات هي التي ستحدد هذا الإطار يعني التشييع الذي جرى بحضور ملايين المشيعين أعطى انطباع إلى أن هناك قبول حول ما قام به السيد الرئيسي من هنا قد يكون هذا هو أحد أهم المواضيع التي ستكون محل نقاش بين المرشحين في الاستبرار في هذا الطريق أو طرح طريق جديد لإدارة البلاد بعد رحيل السيد الرئيسي جديد هل تقصد أن يكون الرئيس القادم أميل لطيار الإصلاحيين أو الطيار المعتدل لأنه هذان الطيران الآن يستعيدان نشاطهما وهناك من بين الإصلاحيين مساعد الرئيس السابق محمد رد عارف وحتى رئيس البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي هل نحن نتحدث عن هذين الإسمين باعتبارهما لديهما نفس الحضوض المقارنة بسعيد جليلي على سبيل المثال وهو رجل من السقور يعني يشبه البعض بأحمد نجات بالإضافة طبعا إلى محمد باقر قلباف وهو طبعا معروف بأنه مقرب من المرشد خامنة نعم يعني الآن ظهر أكثر من اسم للتيار الإصلاحي السيد محمد شريعة مدار وهو مساعد الرئيس السابق روحاني أيضا أنه يريد أن يترشح إلى جانب السيد عارف وكذلك الدكتور همتي وهما من التيار الإصلاحي في المقلب الآخر أيضا هناك يعني السيد قالي باف سيد سعيد جليلي السيد علي لاري جاني وهناك وفرة تقريبا من الأسماء ولكن في النهاية كما حدث في الانتخابات السابقة تشتيت الآراء من خلال تعدد المرشحين هو لا يعمل لصالح أي تيار من هنا تكون هناك مساومات بين هؤلاء الأطراف وأن يتنازل هذا أو ذاك لصالح هذا الشخص حتى لا تتشتت هذه الأصوات ويستطيع أن يفوز في الانتخابات من هنا نحن أمام معادلة جديدة ولكن في تصوري أن الأيام المقبلة كفيلة بإظهار ما يمكن أن يترشح في هذه الانتخابات المستعجلة هذه الانتخابات لن تكون كسابقها سيد ريوران لأن هذا السباق الانتخابي يأتي على وقع جنازة ما زالت تثير علامات استفهام وألغاز كبيرة حول أسباب وملابسات وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته بهذه الطريقة المأساوية وإن كان وراءها نظرية مؤامرة حتى لو كانت من الداخل والبعض يرجح أن تكون هذه الفرضية واردة وبالتالي ما ملامح الممارسة الانتخابية التي نتوقعها في هذا الاستحقاق القادم في ظل هذه الحالة من الاحتقان الشديد والضمابية التي تطبع المشهد الإيراني يعني في تصوري أن يكون شخص مرشح من هذا التيار أو ذاك التيار هذا لا يمكن أن يضمن لأي طرف الفوز في الانتخابات حتى السيد الرئيسي الرئيس الراحل يعني عندما جاء طرح برنامجا اقتصاديا وقال أنه سيقوم بهذه الأمور إذا ما انتخبه الهم الاقتصادي هو مفروض يعني على جميع المرشحين من هنا لا أتصور أن أحدا ما من دون برنامج انتخابي يعالج القضايا الاقتصادية يستطيع أن يفوز في هذه الانتخابات ولا أحد يستطيع أن يضمن لأي طرف مهما كان قدره أنه سيفوز من دون أن يطمئن الشعب أنه سيتجه باتجاه إصلاحات حقيقية وسريعة في الجانب الاقتصادي من يستطيع من بين المرشحين أو من بين الأسماء المطروحة أن يعطي شعور الأمان والاطمئنان بالنسبة للشارع الإيراني بأنه سيتم كشف حقيقة من قتل رئيسهم السابق أيضا ما يتردد عن تقدم المرشد علي خامنع في السن وأنه هناك بحث عن خليفة له في الفترة المقبلة وبالتالي هنا عملية الاهتزاز التي تصيب أهم منصبين في الدولة المرشد الأعلى ورئيس الدولة من يمكنه أن يطمئن الشعب الإيراني؟ يعني في تصوري أن كل المرشحين سيقومون بهذا الدور هذا جزء من المشهد السياسي أن كل سيدعي أنه يستطيع هذا الأمر ولكن الموضوع ليس بهذه السهولة يعني المجتمع في إيران الآن مسيس ويستمع بدقة إلى برامج المرشحين وأتصور أن الموضوع الاقتصادي أولوية شيء نعم أبينه نعم يعني هناك قد يكون تقييم خارج الإطار الاقتصادي أيضا ولكن الشأن الاقتصادي يبقى هو الهم الأول للمواطن في إيران شكرا جزيلا لضيفنا من طهران الأستاذ في العلوم السياسية السيد في جامعة طهران دكتور حسين رويران اشتركوا في القناة